اشتركوا في القناة عنوان الدرس أسماء الإشارة للصف الثاني لابتدائي من الوحدة الثالثة وطني قطر أحبائي سنتعلم من خلال درسنا لهذا اليوم توظيف النمط اللغوي أسماء الإشارة توظيفا صحيحا فهل أنتم مستعدون؟ هيا بنا يا أحبائي أبنائي تابعوا معي قراءة السؤال لمعرفة المطلوب املأ الفراغ بالكلمة المناسبة ثم اقرأ لنقرأ الكلمات هذا هذه هذان هاتان هؤلاء مرة أخرى هذا هذه هذان هاتان وهؤلاء الآن نتابع الجملة الأولى فراغ طالب قطري لننظر إلى الصورة فراغ طالب قطري أبنائي كم عدد الأشخاص في الصورة؟ نعم أحسنتم شخص واحد بارك الله فيكم وهذا الشخص هل هو ولد أم بنت؟ واضح أنه ولد ممتاز وعندما نريد أن نشير إلى هذا الولد ماذا نقول؟ أي اسم إشارة مناسب؟ ممتاز أحسنتم هذا فتصبح الجملة هذا طالب قطري بارك الله فيكم إذن اسم الإشارة هذا نستخدمه للدلالة عن المفرد المذكر أحسنتم ننتقل الآن للجملة الثانية فراغ طالبة قطرية ننظر إلى الصورة كم عدد الأشخاص فيها؟ أحسنتم شخص واحد وهل هذا الشخص ولد أم بنت؟ نعم إنها بنت جميلة وعندما نريد أن نشير إلى هذه البنت ماذا نقول؟ من هذه الأسماء؟ نعم هذه ممتاز هذه طالبة قطرية إذن نستنتج أن اسم الإشارة هذه نستخدمه للدلالة على المفرد المؤنث بارك الله فيكم يا أحبائي والآن هل يمكننا أن نأتي بجمل مشابهة لتلك الجمل؟ عن اسمي الإشارة هذا وهذه من خلال هذه اللعبة الجميلة ما رأيكم؟ لنبدأ سويا هيا نتابل الصور ونختار هذا من خلال الصورة هذا نريد مفردا مذكر أحسنتم طالب نظيف نتابل الصورة هذه ما وظيفتها؟ أحسنتم مفرد مؤنث طبيبة ماهرة هذا من الموجود في الصورة؟ أحسنتم جد الحنون وأخيرا هذه من؟ مفرد مؤنث أختي الكبيرة ممتاز بارك الله فيكم أنتم دائما رائعون ما رأيكم؟ أن نكمل الجمل هيا بنا المثال الثالث فراغ طالبان مجتهدان لننظر إلى الصورة أحبائي كم عدد الأشخاص في الصورة؟ لنعدهم واحد اثنان إذن هما مثنى ممتاز بارك الله فيكم وعندما نريد أن نشير إلى المثنى ماذا نقول؟ هل لاحظتم أنهما ولدان؟ مذكر أحسنتم ماذا نقول إذا كان هناك اثنان للمذكر مثنى مذكر هل نقول هذا طالبان مجتهدان؟ فكروا أحسنتم نقول هذان إذن هذان اسم الإشارة المناسب الذي يعبر عن المثنى المذكر بارك الله فيكم ننتقل للمثال الثاني فراغ طالبتان مجتهدتان ننظر إلى الصورة كم عدد الأشخاص هنا؟ أحسنتم واحد اثنان تدل على المثنى هذه الصورة ممتاز والأشخاص في الصورة هنا هل هم مذكر أم مؤنث؟ نعم من الواضح أنهما طالبتان جميلتان وعندما نريد أن نشير إلى عدد الأشخاص في الصورة ماذا نقول؟ أي اسم إشارة مناسب؟ ما رأيكم أن نختار هذه؟ نجرب؟ هذه طالبتان؟ هاتان إجابة غير صحيحة فكروا أي اسم إشارة يدل على المثنى المؤنث؟ أحسنتم هاتان بارك الله فيكم لنقرأ الجملة الآن هاتان طالبتان مجتهدتان إجابة صحيحة لنكمل الأمثلة الآن ننتقل إلى الجملة الخامسة فراغ طلاب مجتهدون هيا يا أحبائي نعد الأشخاص في الصورة كم عددهم؟ واحد اثنان ثلاثة إذن العدد هنا اختلف ليسوا بالمفرد وليسوا بالمثنى العدد أصبح يدل على الجمع وإذا أردنا أن نشير للجمع أي اسم إشارة مناسب؟ فكروا للجمع أحسنتم هؤلاء بارك الله فيكم لنقرأ الجملة هؤلاء طلاب مجتهدون أحسنتم أنتم رائعون ننتقل للجملة التالية فراغ طالبات مجتهدات هيا يا أبنائي لننظر إلى الصورة نعد الأشخاص هيا واحد اثنان ثلاثة إذا ثلاثة أشخاص عدد يدل على الجمع ممتاز والأشخاص هنا هل هم ذكور أم إناث؟ نعم إنهن إناث بارك الله فيكم الآن نريد أن نشير إلى الطالبات أي اسم إشارة مناسب؟ يدل على الجمع هل نقول هاتان؟ لا العدد أكثر من اثنين ممتاز هؤلاء إذن اسم الإشارة المناسب الذي يدل على الجمع هؤلاء طالبات مجتهدات بارك الله فيكم يا أبنائي إذن نستنتج من خلال درسنا لهذا اليوم أن أسماء الإشارة عددها خمسة الإسم الأول هذا ونستخدمه للدلالة على المفرد المذكر الإسم الثاني هذه نستخدمه للدلالة على المفرد المؤنث ممتاز وهذان أحسنتم للدلالة على المثنى المذكر ممتاز نكمل وهتان نستخدمها للدلالة على المثنى المؤنث بارك الله فيكم وآخر اسم من أسماء الإشارة هؤلاء أحسنتم ونستخدمه للدلالة على الجمع سواء كانوا ذكوراً أم إناث بارك الله فيكم يا أحبائي أبنائي لا ننسى الآن الواجب المدرسي الإجابة عن التدريب رقم 2 الكتاب المدرسي صفحة 111 وبهذا يا أبنائي قد أنهينا درسنا لهذا اليوم فاتقمنا بتوظيف النمط اللغوي أسمعوا الإشارة توظيفاً صحيحاً على أن ألقاكم إن شاء الله في درس قادم إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر